السلام عليكم محاضرتنا اليوم رح تكون عن موضوع الحوالات شنو معنى حوالة؟ الحوالة هي أمر بالدفع صادر من المصرف المحول بناء على طلب أحد زبائنه إلى فرع تابع إلى أو مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارج البلد ويسمى هذا المصرف اللي رح يصدر له أمر الدفع من مصرف الدافع رح يطلب به المصرف المحول من عنده بدفع مبلغ من المال إلى شخص معين هو المستفيد من الحوالة من هذا التعريف يعني ممكن استخرج أطراف الحوالة والأشخاص المرتبطين بيها لهم الشخص الآمر بتحويل المبلغ المصرف المحول المصرف الدافع والمستفيد إذن هنا من التعريف رح يتبين عندي أربع أطراف لكن في بعض التعاملات رح يصير عندي خمس أطراف وهذا ما راح نيجي عليه في موضوع أطراف الحوالة وأطراف الحوالة آنش عندي طالب التحويل هو زبون المصرف اللي رح يطلب من عنده أن يحول مبلغ من المال إلى شخص آخر سواء داخل البلد أو خارج البلد المصرف رح يطلب من هذا الشخص رح يطلب من عنده بشقد المبلغ اللي رح يحوله ونوع العملة اللي ريدي يحولها واسم الشخص اللي رح يحول له وعنوانه المصرف المحول هنا هو اللي يتعامل ويا طالب التحويل اللي رح يصدر لي أمر بدفع هذا المبلغ إلى المستفيد سواء إلى فرعة أو إلى أي مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارج البلد المصرف الدافع هو المصرف اللي رح يستلم أمر الدفع اللي مطلوب من عنده بيه أنه يدفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد اللي مين رح يجي له من المصرف المحول المستفيد هو شخص اللي رح يظهر أمر التحويل إليه واللي رح يستلم المبلغ إحنا بالعادة بالتعاملات ما لدنا إذا أنتم محولين المبلغ ما رح تمرأتكم هذه الأطراف بهالشكل هذا أنت رح تروح لشركة التحويل وهي معروفة عندنا شركات التحويل مجرد تنطي المبلغ بالعملة اللي أنت تريدها سواء المحلية أو الأجنبية تنطي اليا بلد حتى يحسب لك عمولة التحويل اللي شقدة هنا ويستقطعها من عندك وهنا رح يطلب منك الاسم ورقم التليفون والاسم بالإنجليزي ممكن يطلب من عندك نسخة الجواز حتى ما يكون الاسم بمشكلة يعني من يحول المبلغ بينما التحويل عن طريق المصرف رح يكون من حساب إلى حساب ما يكون مباشر يعني شخص ما يستلم من مكتب ما يستلم من شخص آخر وإنما رح يستلمه من المصرف فيصير التحويل بين حساب إلى حساب آخر يعني من الحساب الموجود في المصرف المحول إلى الحساب الموجود في المصرف الدافع إحنا لهنا لأربع أطراف اللي انذكرت عندي بالتعريف حتشينا عنها رح تقولولي الطرف الخامس منه هذا المصرف المغطي لما تكون آني عندي حوالة بقيمة عالية يظهر عندي هنا المصرف المغطي لما ما يكون عند المصرف الدافع القدرة لتزديد قيمة كافة المبلغ ما للحوالة يظهر عندي بالعادة المصرف المغطي ما تكون مع الأشخاص الآديين اللي حوالاتهم تكون بسيطة لما تكون عندي حوالات نتيجة عمليات تجارية ما بين دولة ودولة أخرى هنا المبالغ رح تكون عالية بهذه الحالة رح يظهر عندي المصرف المغطي لغطي قيمة الحوالة ما رح نقول كلها وإنما جزء منها ويكملها هنا وينحسب مبلغ العمولة من المصرف المغطي على أساس المبلغ اللي يغطي بقيمة الحوالة هاي بالنسبة للأطراف نيجي هنانا على أنواع الحوالة إذا تذكرون بالتعريف جلنا رح يحول المبلغ سواء داخل البلد أو خارج البلد يعني إذا أنتوا حفظتوا التعريف زين من عنده رح تطلعون أطراف الحوالة من عنده رح تطلعون أنواع الحوالة حتى أني سيتوها مجرد تستذكر التعريف رح تليه أنه هو أمر بالدفع صادر من المصرف المحول بناء على طلب الزبون اللي هو الآمر بالتحويل بدفع مبلغ إلى شخص آخر اللي هو المستفيد من قبل منه من قبل المصرف الدافع سواء داخل البلد أو خارج البلد من التعريف هذا هسا اللي ذكرنا الأطراف الذكرت عندي اللي هم الآمر بالتحويل والمصرف المحول والمستفيد والمصرف الدافع يبقى عندنا بس المصرف المغطي من التعريف قلنا سواء داخل البلد أو خارج البلد فاش رح يظهر عندي رح تظهر عندي حوالة داخلية اللي هي داخل البلد وحوالة خارجية اللي هي خارج البلد إذا يجينا على الأنواع أنا عندي حوالة صادرة وحوالة واردة طبعاً هنانا حسب مكان الشخص يعني من أقول حوالة صادرة داخلية أو حوالة خارجية حوالة صادرة الداخلية هي الحوالات التي تتم بين الفروع والمصارف المحلية من اسمها داخلية معناتها كل الأطراف موجودة وين داخل البلد إذا تنسون الشرح من الاسم حفظوا الاسم زين من عند رح تعرف كل نوع وين من أقول حوالة داخلية إذن هي وين موجود داخل البلد كل أطراف الحوالة موجودين داخل البلد إذا إجينا على حوالة صادرة الخارجية رح يصدر لياها المصرف إلى فروعة أو إلى مصارف أخرى وين موجودة من اسمها خارجية خارج البلد ليش؟ حتى أنا أسدد من خلالها تحويلات سفر تحويلات دراسة لأغراب علاج أو لفتح اعتمادات مستندية فهنانا من الاسم صادرة داخلية كل الأطراف موجودين داخل البلد صادرة خارجية الأطراف وين إشون رح أتميز لياها الخارجية المصرف المحول موجود وين داخل البلد المستفيد موجود وين خارج البلد هذه معنى هنا الصادرة الخارجية المصرف المحول موجود داخل البلد والشخص المستفيد اللي رح نحول له موجود وين خارج البلد الحوالة الواردة هي عكس الصادرة الصادرة طلعت من المصرف المحلي اللي هو المصرف المحول الواردة هي الحوالة اللي رح تيجي إلمن للمصرف من فروعة أو من مصارف أخرى سواء داخل البلد أو خارج البلد يعني مصارف محلية أو مصارف أجنبية حتى ندفعها للمستفيد من اسمها واردة؟ معناتها المستفيد وين موجود؟ أكس الصادرة يعني أنت ممكن تضبط وحدة وعكس ليها تطلع صحيحة الواردة معناتها المستفيد وين موجود هنا؟ داخل البلد معناتها الحوالة جايتني من الخارج ممكن تكون من محافظة أخرى ممكن تكون من غير بلد ممكن تكون بنفس المحافظة بس من غير فرق جايتني أو جايتني من غير مصرف بنفس المحافظة إذن هنا بدن ما تطلع من المصرف راح تجي المصرف هنا حتى يستلم الحوالة الرازم يتأكد من أن الحوالة هي جاية للمصرف المعني يعني يتأكد من المعلومات الواردة أنه قيمة هذه الحوالة ممكن تغطي أو لا للحوالة راح يتغطى المبلغ لو ما يتغطى التوقيع اللي موجود عليها صحيح لو لا الرقم السري مطابق للحوالة لأن أي حوالة بيها رقم سري مبلغ الحوالة ونوع الحوالة اسم الشخص هذه كلها بيانات لازم يتأكد من عندها المصرف حتى يستلم الحوالة يطابق البيانات إذا كان بها أي خطأ راح يرجع خبر للمصرف المقابل راح يقول لا أنا ما أقدر أستلمها لأن بيها خطأ مو نفس البيانات اللي مفروض أستلم على أساسها فهنانة مطابقة البيانات هي من ضرورات استلام الحوالة زين أنا حولت حوالة للخارج أو استلمت حوالة من الخارج يعني صارت عندي صادرة أو واردة أنا شون أدفع قيمة هذه الحوالة لي حوالة شون راح أدفع قيمة لها هنا أنا إذا كان عنده الزبون حساب بالمصرف راح يتقيد مباشرة بحسابه راح تنزل مباشرة إلى حسابه وهنانة يتحول المبلغ إلى فروع المصرف أو إلى مصارف محلية إذا كان للزبون حساب عدها وهذا حسب تعليمات المصرف المحول وإحنا قلنا بداية المحاضرة قلنا دائما التحويل راح يصير من حساب إلى حساب وأن تدفع القيمة نقدة للزبون هنا إذا كانت دفع نقد للزبون حسب الاتفاق بعملية التحويل فهنانة إذا راح يطلبون من المستفيد أن يحضر للمصرف حتى يوقع على الإستلام ما راح تنزل مباشرة بالحساب هاي إذا آني أريد أدفع قيمة الحوالي أنا عندي نوعين من العملات اللي هي يتعاملون بيها بعمليات التحويل أنا عندي نوعين نوع قابل للتحويل ونوع غير قابل للتحويل testing هذه الفرق بين القابل للتحويل وغير قابل للتحويل العملة القابلة للتحويل هاي العملة اللي محددها صندوق النقد الدولي بعمليات التجارة الدولية بالتعاملات النقدية بين الدول يعني أي دولة يتعاملون بيها ماكو دولة ما تتعامل بيها منها الدولار كان سابقا هو فقط الدولار بعدين دخلتوية اليورو فهنانا هذه العملات معترف بيها دوليا بالتعاملات التجارية بكل دول العالم بغض النظر عن نوع العملة اللي هما يستخدموها غير قابلة التحويل هي عكسها تماما يعني أنت من الاسم قابلة التحويل ممكن أحولها لأي بلد كل بلدان العالم أنا أقدر أحولها من أقول غير قابلة التحويل معناتها هنانا أنا ما أقدر أحولها لأي بلد إلا إذا أكو بلد يتقبلها من عندي وطبعا هاي راح تكون دول محدودة من ديها الغير قابلة للتحويل وهنانا إذا ناخذ مثال عملتنا إحنا هنا بالعراق مثلا هي عملة محلية صح؟ ما تصلح للتعاملات التجارية الدولية أي شخص هس يتعامل بالتجارة بالاستيراد راح يحول دينار إراقي؟ لا راح يحول دولار أو يورو حسب البلد أو شي سوي بعملية التحويل ينطي دينار إراقي بس الطرف المقابل يسلمها بالعملة المحلية مالتة أو يسلمها بالدولار أو يسلمها باليورو حسب الدولة هنا ليش؟ لأن العملة المحلية ما تصلح للتسويات الدولية ما معترف بها صندوق النقد الدولي بالتسويات الدولية بالتعاملات التجارية الدولية مثل الدينار العراقي جناه المصري وغيرها من العملات إذن الفرق بين العملة القابلة للتحويل والعملة غير قابلة للتحويل العملة القابلة للتحويل من اسمها قابلة للتحويل تصلح للتعاملات التجارية الدولية ويمكن تحويلها لكل دول العالم هذا اختصار غير قابلة للتحويل لا يعترف بها بالتعاملات الدولية ولا يمكن تحويلها لكل الدول سوى الدول اللي ممكن تقبلها يعني إذا أخذنا مثال مثلا سابقا كانت السعودية مثلا ما تقبل الدينار العراقي السنوات هاي السنتين لثلاثة الأخيرة لا بدأت تقبل الدينار العراقي بسعر معين طبعا يختلف عن سعر الصرف العادي فهنانا بدأت تستقبلها وليس للتعاملات التجارية الدولية وإنما لتسهيل عمل أو تسهيل أمور المعتمرين اللي موجودين هناك هذا كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله يا ربي تكون محاضرة مفيدة لكم ويا ربي التوفيق للجميع شكرا لحسنة صغركم